بين جدد التحية مرة تانية مشاهدينا ولسه مكملين معاك وحلقتنا في كلام في كلام وخلوني ابتدي فقرتي طبعا بخسارة الناد الاهلي مبارح بس الصراحة هم العمل اللي عليهم وان شاء الله فيه مطشوات جاية كتير جدا هم فرحونا كتير جدا مش هنزعل منهم علشان مطش خسروه أو كده لا بالعكس احنا وقفين معاهم وفي ظهرهم واكيد طبعا احنا ملناش غير الشياطون الحمر والناد الاهلي خلوني بقى ابتدي فقرتي بالكلام عن انا والجواز وهواج ده اسم الفقرة بتاعتي خلوني نبتدي كده في الاول الفقرة في دراسة حديثة عملت بكلية الطب بجامعة واشنطن قالت ان دماغي الست بتبقى اقوى تركيز من الراجل وزاكرة الست بتبقى اقوى تركيز من الراجل بالدليل ان هم جابوا عشر ستات وعشر رجالة بسن السبعين ولقوا ان زاكرة الست بتبقى اقوى بكتير من الراجل ده بياخدنا يا جماعة الايه ان الست بتركيز جدا جدا في التفاصيل تفاصيل التفاصيل عكسنا تماما عكس الولاد وعكس الرجالة احنا تقريبا بحس اللي احنا هوائيين شوية ما بنركزش في التفاصيل عمتا في حاجات كتير قوي شغلانة ودايما بقول ان احنا دماغنا او دماغ الرجالة بتبقى فيها اقوى يعني هنا مثلا قودة الشغل قودة الموبايل قودة الصحاب قودة معرفش ايه ففيه قود فبالتالي لما بيحصل اي مشكلة مثلا على سبيل المثال لو فيه خناقة انا بتتخانق معايا مراطي علشان القهوة اللي انا بخرج مع صحابي كتير او بعد الشغل بنزل القهوة فبالتالي انا دلوقتي بتتخانق في قودة الصحاب او قودة الموبايل انت بتمسك كتير او الموبايل او بتنزل كتير جدا مع صحابك فبالتالي انا دلوقتي بمركز في قودة ايه الصحاب والقهوة وعايز اخرج معايا هي بقى الست او البنت بتجيبي القديم والجديد كله يعني ايه انا دلوقتي بتخاني اهو فقودة الصحافي بتجيب بقى القوة كلها مع بعض على الصلع على المطبق على الحمام فبالتالي احنا بنقف متحيرين اللي هو نعم في ايه يعني في موضوع من الاسبوع اللي فات تفتحه مع نفس المشكلة انت شوف منطق قالتلي ايه ده منطق قالتلي كلمة الاسبوع اللي فات لا انت بتنزل كتير جدا تقعد على اهو علشان انا اتخنت طبعا ما معدتش عاجباك ايه معا مش كده خالص احنا بطبعنا هوائيين يمكن احنا بنفكر اكتر في المستقبل بنفكر اكتر لبكرة لكن بحس ان البنات بتركز في يعني المنطقة الحياتية اليومية اللي هي تفاصيل التفاصيل مع الولاد مع الاكل مع الشرب مع حماتها دي قالتلي دي عادتلي فبالتالي الرجل لما بيرجع من البيت بلاقيها جايبة كل المشاكل بتاعت اليوم حطها فوق دماغه بالعكس هو احنا ممكن بنبقى جايين بالشغل عايزين نستريح شوية نمسك الموبايل نرتاح فيه شوية نلعب ننزل نخرج مع صحابنا شوية نعود على الاهو ما فيهاش مشكلة ممكن لما ارجع تحكيلي تفاصيل اليوم بس مش اول لما افتح من باب الشقة تقول لي يشوف حصل حصل كذا وكذا بالعكس لا ده ياخدنا اللي احنا ما بنفهمش دماغ الستات الستات عايزة ايه بالمعنى الحرفي يعني كان فيه اغنية كانت عاملها دونيا سامير غانم في مسلسل بدل الحدودة 3 كانت عرض في رمضان 2018 او 2019 كان كليب بسيط ما بين احمد رزق وعمر وهبة وهي محتارة مش عارفة تختار ما بين الولد المحترم ولا الولد اللي دمه خفيف ولا الباد بويز ولا اللي هو لمغهم طرقعة ولا المحترم ولا الغني ولا الفقير في الاخر الكليب هي مخترتش حد ما بينهم هي مش عارفة عايزة ايه فاحنا بالتالي احنا اللي هنعرف ان الستات عايزة ايه اكيد لا هي احتارت وثابت معرفتش تختار ما بين المحترم والباد بويز كمان حتة الباد بويز دي يا جماعة انا مش فهمها انتشر كتير اوى على السوشال ميديا وانا لا انا هختار الولد نفسه يكون اللي انا هرتبط به يبقى باد بويز على محترم على غني على كوميدي لا دا دا كوك تلفخ فاخنا ممكن نضربه في اي محل عصير يعني استحالة هتلاقي حد بكل الامكانات دي فيه يعني احنا اه عندنا عيوب وعندنا مميزات لكن استحالة هنلاقي الشخص في كل المميزات دي يعني دا اللي انا مش عايزة فهمه دا اللي انا مش عارفة فهمه او نوصل به لإيه كمان فيه نقطة بقولها لكل حج وحجة بيتفرجوا علينا نقطة ان بيبني بيت وبيقعد مع ولاده في نفس البيت تلاقي القب يعني بنا عمارة وعنده تلات ولاد وبيسكنهم معي شقة عادي انا ابني هقعدوا معي في بيتي المشكلة بتزين نسبة التلقاط بسبب الموضوع دا السلايف بيعملوا مع بعض خناقات وكمان السلايف بيتخانقوا مع الحمى والحمى طبعا بتروح تشتكي لابنها تقوله شوف مراتك دي قلت كذا وده عادت كذا والزوجة بتروح تشتكي لجوزة تقوله شوف ممتك قلتلي كذا وعادتلي كذا فالمشكلة بيحصل من هنا الخناقات الخناقات على تفاصيل ممكن تبقى بسيطة جدا انا عارف ان فيه امهات بيضغير جدا على ولادها وبتحس ان الابن دا اللي هي مربياه لما بيروح يقعد او بيجوز مع واحدة تانية بيضغير عليه فبالتالي بيحصل خناقات مع بعض فانا بقولك يا حج انت والحج ما تبنيش العمارة اللي انت عايزة والسكن فيها عيالك انت ممكن تشتري لكل واحد شقة بعيد عن التاني بدليل انت ممكن مثلا على سبيل المثال تجيب شقة في البحر الاحمر شقة في اسكندرية بحيث ان هما لما يتقابلوا يبقى بشقة تقدر تروح تصايف معهم في البحر الاحمر تطلع اسكندرية مش بدليل ان هما يعيشوا معك في نفس البيت ونفس المنطقة يعني انا بحيث الموضة دي بقت بطلت ان انا ابني بيت وقعد مع عيالي فوق بيحصل مشاكل كتير جدا بين السلايف وبين الحما وبيحصل نسبة طلقات كبيرة بسبب الموضوع ده وده على فكرة منتشر كدير جدا اتلاقي البنت اتطلقت بسبب حماتها ده انا اتطلقت بسبب جوزي ما هو بيفضل امه عليا بمشي كلام امه عليا فاحنا نريح دماغنا من الموضوع ده كله يا جماعة وين روح نجيب شقة بره لولدنا يعني عادي ما فيهش مشكلة حتى بيبقى فيه شقة كده نتقابل كل جمعة نتغدى مع بعض يبقى فيه محبة لكن احنا بنتقابل كل يوم وش الوش اكيد طبعا يحصل بنا مشاكل نقطة معايا اخيرة بمناسبة اللي احنا بنتكلم عن الجوازات وفيه رسالة معايا رسالة محبة ما بين واحد بيحب واحدة جدا وكان مرتبط بيها وهو يكلمني صراحة مبارح واشتكان يعني بيحكي لي الموضوع وقال لي خالد حصل كذا 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 وانا نفسك تقول الرسالة بتاعتي دي بيوجهها ليه خطبته او البنت اللي بيحبها هو اسمه احمد طبعا مصر كلها فيه احمدات كتير بس انا هو احمده بس احمد بعت لي رسالة بيقول لي انا بحب بنت من سنة قولها جامعة ودلوقتي احنا اتخرجنا وشغال بقاله ثلاث سنين او اربعة وهو بيحبها ودلوقتي مفروض ان هم يتخطبوا المشكلة مش في البنت المشكلة في ابو البنت احنا لسه لحد دلوقتي في واحد وعشرين بنتكلم عن العفش والفرش والتلاجأ والغسالة تقريبا الموضوع ده بقى قديم جدا بدليل ان هو الولد بيقول لي ان هو عنده شقع هيجيب الفرش بتاعه لكن الاب للبنت بيقول له ان هو عايز يشايله حاجات من العروسة يعني يجيب الغسالة والتلاجة والجودة بس سوري يعني يا ابو اميرة معلش يا البنت اسمها اميرة دي اولا حاجات العروسة المفروض تجيب انا هو ما عندوش مشكلة وما عندوش مانع ان هو يجيب الحاجات دي بس بالعقل انت مش هتطلب منه ان هو يجيب غسالة وتلاجة وبوتوجاز وميكرويف بسبب فيه جوازات بتتفشكل بسبب الميكرويف يا جماعة هو مش طالب هو مش بالضرورة ان هو يشتري الحاجات دي دي حاجات العروسة فبالتالي الجوازة ابو العروسة ترفض بسبب الحاجات دي هي بتحب وهو بيحبها فبالتالي يا ابو اميرة الولد شريهة وهي شريهة وهي بتحبه هي كلميت وقالت له يا احمد انت هتسبني بسبب موضوع غسالة وتلاجة الولد قال لها لأ انا شريكي ومش هيخسر يعني مش هيفرق معانا موضوع غسالة وتلاجة لكن فيه مبدأ وفيه حاجات بنمشي عليها وفيه اتفاقات فالصراحة يا اميرة هو احمد بيحبك ويه شريكي وهيفضل معاكي وان شاء الله يحصل الموضوع ده يبقى يوصل له حل بس انا عايزة اوصل بس الكلمة لا ابو اميرة لما بتلاقي حد شري بنتك بجد او حد شري حد بجد ومهتم بيه دي فرصة في الزمن ده اكسم بالله بجد فرصة ان يكون في حد مهتم بحده وبيحبه وشريه دي نعمة كبيرة جدا من عند ربنا غسالة وتلاجة والحاجات دي وموضوع القيمة والشبكة وانا مهر بنتي بكذا الحاجات دي بقت اتفاق من التفاهي يا جماعة دلوقتي لما بيحصل اي مشكلة في البيت كل حاجة بتروح ومفيش حاجة دايما حتى احنا كبشر مش دايمين فبالتالي انت الغسالة والتلاجة دولها هيديم وبالعكس احنا كلنا في بيوتنا في الوطن في العالم كله مفيش حاجة دايما عندنا بنجدد مع طول الوقت بنجدد الانتريدة بنجدد نجيب غسالة جديدة بنجيب تلاجة جديدة فمش بالضرور لنا ولد عنده 26 سنة يجيب لك كل الكامليات دي انت يا ابو اميرا لما جدت تجوز انت دخلت بقى اكد حلتين معه مع معرفش ايه يعني انت في زمن غير الزمن ايام زمن كان فيه تعينات كان فيه شغل الولد لسه بيبتدي واحنا كشباب فعلا مفروض نلاقي حد يهتم بينا او لما روح اتقدم لوحدة مش هلاقي انت عامل هو مش ساحر هو العريس ده اللي جاي تقدم لك هو مش ساحر هيحقق لك كل الرغبات والبنت اللي جاي يخطبها مش شهر زاد يعني يا جماعة فهو تحس ان لما الولد بروح يتقدم لبنت لأ انت هتجيب وهتجيب وهتجيب وهو مش شغلته ان هو ساحر هجيب ده كله احنا لسه شباب واحنا دلوقتي الصراحة في وقت وفي عصر ومش قادرين اللي احنا نشتغل اصلا مفيش شغل بنحاول اللي احنا نشتغل والحاجة بره غالية فبالتالي لسه شباب في مقتبل العمر قف جنبه او انت اكيد عندك ولاد قف جنبه في الاول وفي الاخر يعني الصراحة مش عارف اقول ايه اكتر من كده يعني يا اميرة قلتها لك احمد بيحبك وقال لي قول الرسالة دي وانا قلتها لك يا احمد والله وهو بيحبك وشريكي واكيد هيحصل حل للموضوع ده عشان الغسالة والتلاجة يا ابو اميرة والجوة دي كلها كمليات ملهاش اي لازمة اللي بيبقى في الاخر الشخص وبيبقى في الاخر المواد ده والرحمة ولا تقول لي بقى تلاجة وغسالة وده جاب وده عاد كل الحاجات دي زيلة تماما احنا كبشر مش هنبقى عايشين طول الحياة احنا عندنا وقت معين وعمر معين بنقدي رسالتنا في الحياة وبنمشي كذلك برضو الغسالة والتلاجة كل الحاجات دي مش دايما مش موجودة بل بالعكسة لعمر افتراضه بينتهي اوكي احنا كده يعني يمكن وصلنا لنهاية الفقرة وبردو عايز اوصل رسالة للستات ما يزعلوش مني لو انا جيت عليهم في الكلام او كده بالعكس الستات دولة فوق راسي اكيد منهم امي واختي وبنت خلتي وزملتي وصديقتي اكيد طبعا الستات دول فوق راسنا بشكركم شهدية على حسن المتابعة ويا رب تكونوا استمتعتوا شوي بالكلام اللي احنا قادنا نفضفض معاكو بيه بشكركم وتحية مني انا خلد عبد الناصر في حفز الله نطلع فاصل وترجعوا معنا دعالي شكرا